هذا أرخص تابلت حاليا متوفر بالأسواق بسعر أقل من 200 دولار معه قلم وحافظة ينطق إياها مجانية وهذا يدعم القلم بشكل رسمي مع برنامج ملاحظات تلقي كل الميزات اللي تحتاجها بالدراسة السلام عليكم شباب وياكم مرتضى جليحاوي هذا تابلت جديد من هواوي ميت باد SE11 حقيقة هذا التابلت من جربته أكو صد ما شفتها بهذا التابلت وراح أشرحها بالتفصيل بهذا الفيديو هذا الجهاز حاليا متوفر بالأسواق بنسخ تين النسخة الرامة 6 جيجا وال8 جيجا مع الـ 128 طبعا ما ياخذ سينكارت ويوفاي هو الجهاز حقيقة الـ 128 مع الرامة 8 جيجا رح تحصلها بـ 283 ألف عراقي مع القلم الموجود وحافظة الموجودة إضافة لهذا موجود شاحن داخل العلبة النسخة الثانية نفس الشي نفس المواصفات رح تلقيها لكن الرامة رح يكون أقل رح تلقيها بـ 194 ألف عراقي نسخة الـ 6 مع الـ 128 حقيقة شفت شغلتين كلش مهمة موجودة بالجهاز وخلي أنبهكم عليها بالبداية الشغلة الأولى اللي أريد أنبهك عليها أنه هذا الجهاز يحتوي على متجر التطبيقات طبعا هو المتجر تطبيقات كل التطبيقات اللي تحتاجها موجودة بيه بس من تدخل التطبيقات رح تلقي أكو إيقونة اسمها الرائجة ادخل عليها ورح تلقي كل التطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي والبرامج أو التطبيقات اللي تحتاجها إضافة للألعاب يعني كل الألعاب أو التطبيقات المشهورة اللي أكثر الناس تتنصبها تلقيها موجودة بضقة زر وحدة رح تنصب كلها الأفضل من هذا أنه موجود الدعم المباشر موجودة إيقونة الدعم المباشر مجرد تضغط عليها يحاولك أما الموقع هواوي ترسلهم مباشرة أو عدهم واتساب خلي لك إيها تقدر ترسلهم وراح ينطونك أو يحلو لك كل المشاكل أو الأسئلة اللي تريد جواب عليها شوف هاي الحافظة رح توفر لك إيها الشركة بشكل مجاني مع هذا القلم الأنيق وهذا القلم حقيقي يذكرني بالأقلام الاعتيادية قلم الجاف العادي تقدر تعلقه وان ما تريد ومتبعوا عليك ممكن أنه القلم الكتروني قلم اعتيادي وراح يشتغلك على التابت بشكل رسمي الأمر الآخر هذا الجهاز يجي بتطبيق الملاحظات وهذا التطبيق مملوء بالمميزات وهو مجاني على تابلة هواوي ما راح تحصله بغير تابلة حقيقة وإذا تريد تسوي أي ملاحظة أو تفتح نوتة جديدة راح تحصل أو راح تلقي أشكال وأنماط للملاحظات كثيرة وجاهزة وتقدر تختار أي لون أو أي نوتة وأي شيء اللي تريده مثلا لو أنت تريد سجل محاضرة راح تكتب ملاحظتك وبنفس الوقت أكون مسجل فويس مسجل صوت اللي راح يشرح لك ويوضح لك الكتابة اللي أنت كتبتها أو شرح الأستاذ بنفس اللحظة اللي كان يشرح عليها يعني راح تسجل أي معلومة وتحتاج تعدل عليها وتعدل عليها نفس الوضعية هذا التسجيل راح يبقى ويشرح شوقت ما تريد تعدل عليها تقدر تعدل عليها والبرنامج بالتعديل على البي دي اف وكلنا نعرف أنه كثير من الكتب حاليا الرسمية أو الغير رسمية تجي بصيغة البي دي اف أو كتب حتى الدراسية تجي بصيغة البي دي اف وانت تريد تعدل عليها أو حتى تقدري تكتب عليها ملاحظات على موضة من تجي تعيد المراجعة على هذا الكتاب انت تكاتب هايش ملاحظة هاي مهمة هاي غير مهمة البرنامج اعتبر البرنامج متكامل يلبي كل احتياجاتك في الدراسة هيكل من المعدن والمسكة تحسسك بفخامة أجهزة هواوي اللي هنا أنا أشوف الماتيرية التصنيع بالجهاز فشي جدا ممتاز مع أربع سماعات تنطيك تجربة صوتيات جدا راقية وراح يكون بصوت مجسم ومن بأربع اتجاهات وهذا جميل بالمشاهدة أو السماع للصوتيات من خلال هذا التابلت أما إذا أجينا للشاشة هذا الجهاز يجي بشاشة بحجم 11 إنش بدقة الفول HD بلس من نوع ABS LCD ومعدل سطوع 400 نتس مع معدل بيكسلات 206 بيكسل بكل إنش إذا أجينا للتجربة هنا عندي تجربة حلوة ومتكاملة وأكثر أجهزة هواوي تنطيك تجربة مشاهدة جدا ممتازة مع وجود القلم حقيقة هذا القلم إجاب تصميم مشابه جدا للقلم العادي يعني من تستخدمه ما تحس إنه قلم الكتروني أما لو إجينا للنظام حقيقة هذا الجهاز يجي بنظام هارموني النظام هواوي هارموني أو اس التو نسقة الثانية واتبنى هذا تجي على أكثر أجهزة هواوي اللي ما بيأخدمها من جوجل الصدمة وين اللي شفتها؟ الصدمة إنه هذا الجهاز نزلت على متجر تطبيقات هواوي اللي هو أب غاليري أو متجر تطبيقات هواوي من نزلت علي لقيت بالرائجة أنا ذكرتكم بالرائجة رح تلقي كلها تطبيقات لكن كل تطبيقات جوجل لقيتها جوجل درايف و جوجل الخرائط و كذلك جوجل كروم و نفس الشي يوتيوب من نصبة يوتيوب شين الصدمة اللي شفتها؟ يوتيوب برنامج اليوتيوب الرسمي بشحمة أو لحمة نفس التطبيق الموجود على أجهزتنا الاعتيادية ماكو ماكو أي فرق يعني مو نفس التطبيق السابق اللي تروح عبارة عن المتصفح و تقلب و تدور و تبحث لا 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 تطبيق يوتيوب كل الأشياء الموجودة مو نسخة ثانية لا هو نسخة نفسها نفسها نفسه نفسه اليوتيوب أنا ماعرف شون تنصب ماعرف شون إيجا للجهاز مع ما أنه جهاز يقولون محظور من خدمات جوجل لكن خدمات جوجل بشكل رسمي وجود للأمانة فقط سوق بلاي ما لقيتها لقيتها نصبتها لكن لازم أن أصبها من جي بوكس وهذا الشيء أمر جدا طبيعي لكن من متجر تطبيقات هواوي راح تحصل كل برامج جوجل اللي تحتاجها موجودة على الجهاز وحقيقة أنا جربتها بنفسي وشوفت فتشي يختلف عن ما أنا أعرف عن خدمات جوجل موجودة على هواوي فهذا الشيء أنا أشوفه كلش حلو إذا أنت متخوف أنه تستخدم أجهزة هواوي وأنه ما بها خدمات جوجل وما بها يوتيوب بشكل رسمي لها هذا يوتيوب بشكل رسمي بشحمة وبلحمة نفسه ما كوا أي فرق بيناتهم نهاية هو نفس برنامج يوتيوب نصبينا على الجهاز يجيب معالج من هواوي هو الكيرن 710A طبعا هذا المعالج راح ينطيك أداء إضافي مع ميزة GPU تيربو اللي راح تنطيك أداء جيد ومستقر مع الألعاب راح ينطيك 40 فريم أما بالنسبة للكاميرات هذا الجهاز إذا إجينا وتحدثنا عن كاميرات هذا الجهاز باعتباره تابلت وما راح تستخدم كاميراته للأداء التصوير الاحترافي فقط أنه تأخذ الكاميرات للتصوير مثلا الميتينج أو كالمات والاجتماع وهاي الأمور وليس ضروري أنه تصور بفيديوهات احترافية أو صور احترافية هذه جهازة بطارية هي 7700 ملي أمبير ويدعم الشحن السريع 22.5 طبعا الشاحن هنا راح تلقيه بالعلبة موجود مع أنه بالعلبة راح ينطيك الهدية القلم الحقيقة كلش حبيتها تصميمه وشكله ومرتبه يعني وحسسك أنه قلم اعتيادي مو قلم الكتروني هذا أكثر فكرة أنا حبيتها بهذا الجهاز يعني البطارية هنا عندك راح تطول فترة كلش طويلة ما بين 15 ساعة إلى حتى 20 ساعة إذا تخليتها بالاستعداد أو ما استخدمت الشاشة ممكن يطول عندك فترات كلش طويلة بالنسبة للشاشة الجهاز ليش؟ لأنه ندري نظام هواوي أو واجهة هواوي راح تكون تقريبا مستقرة وما بيها مشاكل ما بيها صرف طاقة إضافي هي تحافظ لك على الطاقة بشكل كامل أنا بالنسبة لي هذا الجهاز واحد من الأجهزة اللي مفضل عندي بالنسبة للقلم بالنسبة للحافظة بالنسبة للأداء وبالنسبة للخدمات جوجل موجودة رسمية بهذا الجهاز وسعره أشوفه مناسب مع المواصفات النطائعة تحياتي لكم نهاية الفيديو قلوا لي شنو رأيكم بهذا الجهاز بالتعليقات في أمان الله